أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركيزة أساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية الذي سلمه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفاكير تضمن التطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جنوب السودان فضلا عن العلاقات الثنائية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وبمشاركة السيد دينا ألركول وزير شؤون شرق أفريقيا والسيد جابريال شانج سونج وزير التعليم العالي والسيد ستيفن كوال وزير بناء السلام والسيد رمضان محمد عبد الله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول توت جلواك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كار متضمنة استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية من جانبه رحب السيد الرئيس بالضيف الكريم طالبا سيادته النقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كار ومؤكدا حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها كما أكد السيد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان خاصة في قطاعات التخطيط العمراني والبنية الأساسية والطرق والمحاور والنقل فضلا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشرية والتعليم بمختلف مراحل والزراعة والري ومحطات المياه وغيرها من القطاعات وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مثمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومؤكدا على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء وذلك بهدف تلبية طموحات الشعب الجنوب السوداني نحو مستقبل أفضل وفي إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة كما شهد اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف سد النهضة